نبدأ نتعرف على الخنات الموجودة عندي في حسابي بداية الإنجازات طبعا تريني كافة الشارات والشهادات التي اكتسبتها لاحظوا أنا الآن عندي مكتسب واحد ممكن أفتح الكل حتى أرى جميع الشارات لاحظوا هذه الشارات الموجودة في الموقع كثيرة جدا وبالنسبة للشهادات أنا حاليا عندي صفر ممكن أضغط على الكل هذه هي جميع الشهادات الموجودة أيضا بالموقع المفضلة إذا أنا أعجبتني دورة معينة أو أعجبني محتوى معين طبعا ماذا أقصد بالمحتوى؟ في مجتمع مايكروسوفت ممكن الآن أنا كعضوة أني أرفع محتوى مثلا عندي درس باوربوينت عندي ملف على الورد عندي بي دي اف عندي فيديو ممكن أرفعها في حسابي ويستطيع الجميع مشاهدة محتوى وممكن أشاركه أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك أو تويتر أو غيره بالنسبة للتطوير عبارة عن اجتيازي لبعض الدورات بالموقع لاحظوا طبعا أنا الآن صفر ما عندي أي دورة بالنسبة للمحتوى هذا اللي كلمتكم عنه حاليا ما عندي أي محتوى بالنسبة للاتصالات وهي إذا أنا حبيت أني أتواصل مع معلمين مايكروسوفت أو المدربين الموجودين ممكن أطلب إضافة وهم يقبلوني وحيجوا هنا عندي في الاتصالات ممكن أتصل بهم عن طريق سكايب مثلا ونتفق على درس معين أستضيف عندي مثلا أو هو يستضيفني عنده في الحصة عن طريق برنامج سكايب عندي أيضا لاحظوا بالذهب فوق إلى اليسار تحرير الملف التعريفي الآن ملفي عبارة عن 33% إذا أكملت 75% أستحق شارة ثانية فممكن أعب البيانات لاحظوا هنا عندي رابط هذا رابط ملفي التعريفي بمعنى أنا هذا الرابط لو نسخته الآن وأعطيته أي شخص ممكن أنه يدخل على ملفي ويشوف إنجازاتي ويشوف الشارات والشهادات ومحتوايا اللي رفعته كل ملفي ممكن يطلع عليه عن طريق هذا الرابط فهذا الرابط مهم إنكم كيف ممكن تتحصلوا عليه طبعا هنا البيانات كلها مكتملة أنزل إلى الأسفل هذا عبارة عن قوائم أفتح القوائم وأبدأ بتعبئة محتواها مثلا أختار هنا طبعا لابد أن نرى عن المصداقية لأنه هذا كله بيبان في ملفي التعريفي الفئة العمرية اللي أنا أتعامل معها اللغة نبحث عن اللغة العربية هنا اسم مدرستك اللي أنت ملتحق بها نوع المؤسسة إذا كانت مدرسة أو مكان تدريب طبعا الصورة أنا غيرتها اللي ما غير الصورة حيظهر له هنا الوجه المتسم وممكن إنه يغيره ممكن هنا كتابة نبذة عني مثلا معلمة حاسب في مدرسة تعليم عام خدمتي مثلا خمسة عشر سنة في التعليم أي نبذة بسيطة عني اهتماماتي مهتمة مثلا بالتقنية الكتاب المفضل لدي الاقتباس مثل أو حكمة عندي بالنسبة لبرنامج سكايب في الفصول حاليا أنا طبعا ما انفعلته فنتركه الموقع إذا كنت أنا حابة إني أشارك موقعي بحيث إنه كل المنضمين للمجتمع يروا مكاني بالضبط على الخريطة ممكن تضع علامة صح أما إذا ما انت حابة خلاص تركيه كما هو بنزل الأسفل اجتماعي هنا نضع روابط حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي طبعا كل ما أنا عبيت في الخانات كل ما اقتصبت نقاط أكثر نضغط على حفظ طبعا لاحظوا الآن كل البيانات اللي أنا كتبتها ظهرت في ملفي شوفوا اهتماماتي اقتباساتي كلها ظهرت ممكن أرجع ثاني بس أبتأكد من كم وصل تحرير الملف التعريفي ألا كم وصلت النسبة في تعبئة الملف لاحظوا زادت النسبة عن الأول أول كانت ثلاثة وثلاثين الآن ستين في المية لو كملت كمان إلي تحصل خمسة وسبعين في المية ممكن أن أكسب شارة جديدة أيضا هناك شيء مهم وهي الريديم كود ريديم كود أو الرمز الترويجي عبارة عن رمز يعطيك هو المدرب سواء كان دربك أونلاين أو دربك مباشرة يعطيك كود مكون من حروف وأرقام مجرد إنك تكتبي هنا أو نسخ لسق وتضع صح في هذه الخانة ثم إرسال تكتسب نقاط زيادة بعض المدربين قد يكسبوك خمسمية نقطة سبعمية وخمسين نقطة وغير ذلك فلا ننسى أن ندخلها من هذه الخانة المسمى ريديم كود ترجمة نانسي قنقر